موسيقى خارج أرضية الملعب ربما ظروف الطقس التوقيت التي أجرت في المباراة توقيت غير مناسب تماما لإجراء مباراة في كرة قدم خاصة بالنسبة لمنتخب من شمال إفريقيا نحن هنا لا نريد أن نبرر التعادل والتعثر لمنتخب الجزائر لكن نسرد وقائع على الأرض المنتخب الجزائري عانى من هذه الظروف هذه الظروف القاسية عانى من سوء أرضية الملعب أيضا هنا كما سيقول أن سوء أرضية الملعب على الطرفين لكن المنتخب السيرانيون ليس لديه الفرضيات الكبيرة ومميزة والهائلة التي لدى المنتخب الجزائري فرضيات تريد أن تبرز مؤهلتها على أرضية ملعب صالحة للعب على كل حالة المنتخب الجزائري لم يفقد شيئا كثيرا صحيح تعادل وتعثر وفقد نقطتين لكن هناك فرصة للتعويض أمام منتخب غيني السيوائية ومنتخب الكوديفور نعود سريعا إلى بعض لقطات المميزة في المباراة لقطات التي كانت قد تقلب نتيجة المباراة خاصة في الشرطة الثاني فرصة ياسين إبراهيم التي أهدرها وانفرد بالحارس محمد كامارا الذي للأمانة تألق في هذه المباراة لم يسدد بشكل جيد إبراهيم لم يكن في أدائه المعهود في هذه المباراة لذلك استبداله المدرب جمال بالماضي تغييرات كانت أعطت نفسا قويا ونفسا جديدا للمنتخب الجزائري في الشرطة الثاني لكن مع الأسف لم يتمكن اللاعب ومهاجم المنتخب الجزائري من هزي شباك سيراليون فانتهت المباراة بالتعادل والتعثر نتمنى أن يسدرك الجزائر الموقف في المبارتين للمقبلتين وبالتوفيق لمحارب الصحراء ولباقي المنتخبات العربية في الكان دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته